هقول حاجة على الهامش هقول حاجة على الهامش هيفضل رأيه وهفضل مقتنع به وهفضل أنادي به واسرخ به كمان أجماعة الكورة عندنا في المنطقة العربية كلها كلها بعدت كثيرا كثيرا عن الكورة في أوروبا هتقول لي زمان كان اللعب المحل اللي بيلعب في الدول المصري في الدول السعودية في الدور القطرة في دور الإماراتي كان ممكن يعمل شكل في المنديان ما كانتش المسافة كان في مسافة بعيدة طبعا بس ما كانتش بعيدة قوي يعني كان ممكن نخليها كده باقت كده طيب ده معنى ايه معنى ان مهما كان عندك دوري قوي ومهما كان عندك اللعبين محليين مميزين لما بيجوا يلعبوا في المستويات دي بيباني الفارق معز علي لعيب كبير أكرم عفيف لعيب كبير وأسماء كتيرة في قطر لعيبها مميزة بس على مستوى محلي بالكتير على مستوى أسيوي مستوى عالمي خد الصدمة وتخد ده حصل معانا في كاس العالم اللي فات بالمناسبة مش بالكلام على كطر بس ده حصل مع السعوداء في مشاركات عديدة في كاس العالم ده حصل مع تونس في المشاركة اللي فات في كاس العالم بيحصل مع المغرب يعني مش المغرب قوي ليه مش المغرب قوي ولا الجزائر قوي عشان دول عندهم محترفين كتير في أوروبا آه مش في كل أحوال بيظهروا بشكل كويس في كاس العالم بس مشاركاتهم في كأس العالم فيها بعض العلامات المضيقة ليه؟ عندهم لعبين بيلعبوا في أوروبا فمهما كان عندك مواهب لو محتكتش أوروبيا كل أسبوع ما تجيش تقول لي إيه؟ أنا بلعب مباراة وإدائها كل 3-4 شهور مع منتخب كبير حلو ميزة بس يا جماعة الإكوادور عندها لعيبة بتلعب في أوروبا وبتلعب في أمريكا اللاتينية برضو للدوليات أقوى من عندنا وإحنا بعيد روسيا لما لعبناها في كأس العالم إحنا بعيد روسيا رجوة إحنا بعيد هفضل أقول الكلام ده ليه؟ عشان إحنا دايما بنحب نجمنا المحليين بنشوفهم كويسين إحنا عندنا في مصر هنا هتيجي تقول لي فلان ده أحسن لعب في الدولة المصرية وفلان الجامعة ده اللي أحسن وده اللي أفضل وده اللي عظيم وده اللي جميل وده اللي بيعمل الكباري وده اللي مش عارب بيجي سجل من خارج المنطقة هايل لعيبة هايلة ومواهب عظيم لما بتيجي تحتك بقى بلعيبة بتلعب في دوريات أقوى بيباني الفارق ليه بيباني الفارق؟ ده احتكاك ببساطة شديدة ببساطة شديدة هقول لها لك يا سيدي أنا عايزة بساطها جدا يعني الناس اللي بتحب تلعب بلاي ستيشن لو بتلعب مع منافس سهل كل شوية مستوىك مش هيعلى هيفضل في حتة وانت بتكسبه بس هيفضل في حتة لو لعبت بقى واحد مستوى عليه قوي هتتكشف لو لعبت طولة ما واحد مستوى عليه هتلاقي هتكشف بعد كده لو لعبت بواحد دكتر واحد كذا اي لعبة اي تنافس لو فدلت تلعب في احتياكات قليلة وصغيرة هتبقى فرحاة انك بتكسب وتقول انه جامد جدا بسي تلعب بقى على مستويات تانية تتكشف فهدي القاعدة يا جماعة لازم في مجتمعاتنا العربية الكورة عندنا في المنطقة العربية لازم نسيب اللعبة تطلع في اوروبا انا فاهم ان احنا هنا عندنا فكرة انه تم انا كمان هتفعل لك فلوس ما انا كمان هتديك الشهرة ما انا كمان هتديك مش عارف ايه لا لازم تطلع عشان المنتخبات لما نلعب في الليفل ده من المستوى في كاس العالم لا نلاقي بقى مشاركة عربية كبيرة ورائعة مشاركة عربية مهمة مش شرفية احنا بقيت اقصى طموحنا انه نخسر بشرف لا نكسب نكسب بس نبدأ ناخد خطوات في ده يعني كاتر وهي بتعمل مشروعها الكبير المميز بالمناسبة في منتخب كاتر انه ما بدقينه من زمان اوي من اكتر من عشر سنين كان لازم لعبة من دي تطلع في اوروبا كان لازم باي طريقة حتى لو مش في دوريات كبيرة النهاردة بالمناسبة فالانسان اللي سجل هدفين بلعف في نار بخش مش في الدوري اي نعم لعب قبل كده في احد قندية الدول الانجليزي واستهام تحديدا بس مش قندية الصف الاول او دوريات الصف الاول بلعف في نار بخش عادي بس عنده احتكاك اوروبي بتفرق جدا جدا نعم اشتركوا في القناة